المربع الأصفر المربع بداخله خطوط صفراء متقاطعة بصورة قطرية يمنع السائق من دخوله حتى لو أذنت له الإشارة الخضراء بالانطلاق خصوصا إذا كان هناك ما يحول دون إكمال سيره وإخلاء التقاطع المذكور قانون المرور الجديد وتحديدا في المادة الثانية والخمسين التي نبهت بلغة التنويه إلى عدم انتهاك خصوصية التقاطع الأصفر والتنازل باليقين القاطع عن حق الأولوية المعطاة من قبل النور الأخضر أو أي علامة أخرى تسمح لقائد المركبة بالمرور إذا اقتضت الحالة ذلك تفاديا لتوقف السير أو تباطئه بما يهدد بحدوث إرباك عام لحالة العبور على الطريق نص قانون أوضح ما يراد تبيانه للفئة المستهدفة وتحديدا فئة عابري الطريق بعرباتهم مربع الأصفر نظام مروري مكمل لباقي الأنظمة المرورية لتسيير الحركة المرورية في جميع الشوارع الحيوية خاصة التقاطعات المهمة في مملكة البحرين الالتزام فيها أمر ضروري وغاية ننشدها على مدار العام من خلال التوعية والتذخيف في مختلف المناسبات في الإدارة العامة للمرور أنظمة مراقبة عصرية لا تغفل عن كل شاردة من المخالفات أواردة منها التي ترتكب في مختلف الشوارع الحيوية بالمملكة من قبل من لا يلتزمون بقواعد المرور ولا يعيرون الاهتمام لضوابطه لتوجه بحقهم العقوبة المناسبة وفي الإطار نفسه قد يستعجب الأمر إذا وظفت ذات الأدوات التي تتبنى مجازات الصائق على تجاوزه في أن تمنح المكافأة لكل ملتزم نال العلامة الكاملة ولم ينتهك حرمة الشارع برعونة سياقته أو تجاهله للأنظمة المتبعة على الطريق جزء كبير من عملية الضبط والراط لهذه المخالفات تتم من خلال الأنظمة الذكية وفي نفس المعايير اللي رصدت لضبط المخالفين تهم رصد كذلك المتزمين في هذه العملية يتم تكريمهم من خلال رصد أرغام اللوحات المركبات ومؤخرا تم تكريمهم من قبل مدير عامل الإدارة العامة المرور الشيخ عبد الرحمام العبوهابة الخليفة تغديرا وتحفيزا لهذه الفئة من المتزمين وتشجيعا لباقي السواق للاندفاع نحو الالتزام جاءنا اتصال من قسم المرور وقالوا لنا حابين كرموني نظرا للتزامة في المربع الأصفر وهذا الشيء تابع حملت شكرا شيء يعني واجزيني في أنسي خلي الواحد يفرح يفرح أن هذه الخطوة اتخذت دورة المرور يعني أن نتكرم الأوادن بهذه الطريقة تشجعهم أنهم يصرون أحسن في الشارع والله الفكرة حلوة بس أتمنى الكل يلتزم فيها المشكلة الناس ما صارت تلتزم بأنظمة غوانين المرور يقول لك أنا بطوف وانت كيف تصرف بنفسك وانتمنى إن شاء الله الكل يلتزم بهذه المواضيع والله أنصح الشباب بصراحة بالالتزام بالحزام الأمان والأرشادات المرورية والله يحفظ المواطنين إن شاء الله لاحظون الكلام الذكية أن نمط في المربع الأصفر تطبيق النظام أبطل تشكل طابور من السيارات يمتد ليصل إلى ما بعد المربع الأصفر فارضا على سائقي المركبات التعاطي مع اللحظة التي يكون عليها وضع الشارع آخذين بعين الصواب الالتزام وتحكيم الذات بالوقت المحدد الذي يؤدن لهم تجاوز حدود الخطوط الصفراء العريضة وفي الزمن الذي تصبح فيه حالة سير مرنة ترافقها الإنسيابية في الطرق الرئيسية على وجه الخصوص لتلفزيون البحرين محمد رشيدات